قد تبدو غرفة ضيقة لكنها رحبة بالأفكار والإبداعات التي لا تتوقف آخرها كان نجاح تصنيع طابعة ثلاثية الأبعاد عمل الشاب محمد أبو مطر ليلة نهار حتى تكلل الأمر بالنجاح سمعت تكنولوجيا طبعة ثلاثية الأبعاد عن طريق الإنترنت وشفت إمكانياتها وتفرجت على إمكانياتها وحبت أعمل واحدة منهم قعدت فترة طويلة أبحث كيف أني ممكن أصنع واحدة بعد حوالي سنة من التجارب الفاشلة تمكنت أن أصنع طابعة وتعمل الطابعة على مبدأ تشكيل المجسمات بمادة البلاستيك المقوى بعد إدخال البيانات عبر جهاز الحسوب طابعة هي الأولى في غزة التي يتم تصنيعها بشكل شبه كامل هذه المكينة ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة قام المبادر محمد أبو مطار بتصنيعها بشكل بفوق التسعين بالمئة هذه الطابعة الثلاثية الأبعاد سيكون لها مستقبل باهر إن شاء الله تعالى خصوصا أنها لها كثير من التطبيقات منع الاحتلال إدخال طابعات كهذه دفع محمد إلى تصنيعها بأقل الإمكانات وتتنوع مجالات استخدامها بما يتيح تجاوز الحصار الإسرائيلي الظروف اللي بنعيشة فيه كثير عندنا حالات بتر خاصة للأطراف فأصابعهم في إيدهم فممكن نعمل ديزاينات خاصة مثل هذه الحالات اللي عندهم بتر بالأصابع بحيث أنه يقدر يتمكن يحرك بالحركة المكينيكية المتبقية في إيده غياب المواد الخام المستخدمة في عمل الطابعة يمثل عقبة أمام استمرار عملها لكن إرادة الشباب هنا تسعى إلى تخطي المشكلة بتصنيع هذه المواد مستقبلا ويمثل نجاح إنجاز الطابعة الثلاثية الأبعاد فرصة لتجاوز العقبات التي فرضها الحصار فسكان القطاع باتوا يؤمنون أن حل مشكلاتهم لن يكون إلا بسواعدهم في انتظار أن تجد هذه الأفكار من ينهض بها لتصبح واقعا ملموسا أحمد شلدان غزة الميادين